السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد الخضري من ماكس فيلان المحاضرة الماضية حكينا عن البلور والهاي لايتز اليوم بدنا ننتقل لموضوع تاني اللي هو السكتش موشن شو هي السكتش موشن هي عبارة عن مجموعة اشكال بسيطة مثل دائرة مربع الشارط الاكس الصح هذا السهم فينا نحطها في الفيديو تبعنا عشان يكون مور اتراكتيف واحلى طيب شو الفرق بينها وبين الشيبس هاي بيجي معاها موشن يعني برسم لك ياها رسم طيب كل بساطة ممكن اجيب هذا المربع وحطه هون حلو كلام جميل هلا ما بين معاي الرسمي ليش هلا انا اي اشي بضيفه على السكرين بيجي على تايم لاين وبيجي نفس المكان لبلاي هيد فالبلاي هيد عندي في البداية ايجا عندي هون وقلنا الديفولت تايم لكل لاوتس هي عبارة عن خمس تواني فهنا اللي بشغل هلا بلاي شايفين بيجي معاي ازن ها هي بكل بساطة ازن نرجع مرتين منكبر هلا منغير منسويه ودليت منجيب هاد المربع التاني شو الفرق بين المربع هذا والمربع هاد هاد المربع زي كا انه كمبيوتر عم برسم لك يا اما هاد المربع زي كا انه بالقلم شوفوا هلا كيف كامو عليكم ورحمة الله كلام جميل جدا اوكي خلينا نلغيها خلينا نجيب هادا السهم مسلا هاي السهم هادا خلينا نشغله الله وبركاته كلام جميل جدا هلا برضو انا في عندي مجموعة هاي كلها اخدناها في خاصة بالسكيتش موشن اللي هي ممكن اني انا اغير الكلر لا السهم هادا او هادا السكيتش ممكن اسويه باللون الاخضر مسلا طيب ممكن اغير انا هون شايفينه شايفينها ممكن اسوي هيك عريض او اقلل طيب هون في عندي درو تايم يعني مدة رسم السهم انا بدي اياه مسلا الرسم بخلينا نحكي ببطيء ثلاث ثواني حتى الرسم هاي شايفين او مسلا ثلاث هاي ثلاث ثواني خلينا هلا نشغل الفيديو شوفوا كيف هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شايفين اليوم صار بطيء ازا هاي كل الاشياء اللي بلازم نعرفها حلو طيب خلينا مرة تانية زي هون في عندي هون كمان اللي فليب هورزنتل ممكن اني اغير مكان السهم طبعا ما في داعي ممكن انسوي الهالروتات بأي طريقة او هيك او هيك زي ما بدك اعرفت علي فانا انا ممكن اتغاضى عن هادا التو اوبشنز وانا اسوي الروتات زي ما بدي باي طريقة بديها اوكي مسلا زي هيك ها وهلا بالنسبة للدروينج تايم اظن انه انا بكفي انه اتوقع يكون ثاني رسمه اتس انف فانا خلينا نشغل الفيديو مرة تانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكي ازا هاي هي بشكل عام ازا اللي سكتش موشن راح تفيدنا كتير اثناء الشرح خصوصا لما بدنا نسوي فوكس على اريا معينة فانا بطلع له اياها على شكل سكتش موشن عشان يركز الطالب انتباهه على هاي المنطقة ازا هاي هي باختصار وانكمل في المحاضرة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة